نقطة مراقبة جديدة في الحديدة عدتها الأمم المتحدة تقدماً مهماً في مسار التهديا داخل مناطق التوتر وقد رحبت المنظمة الدولية بتثبيت النقطة الأممية الرابعة وقالت بيان لها إن هذه النقاط مهمة لتثبيت وقف إطلاق النار على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة وأيضاً سوف نقدم الدعم بما يخص إنشاء المراقبة المشتركة الإضافية التي اتفقتم عليها طالما أنها تفي بالهدف الذي تسعون صوباً البيان الأممي الذي أصدره أبيهي جدقوها رئيس بعثة المراقبة قال إن النقاط الأربع ستعمل على مدار ساعة بشكل يومي بالتعاون مع مركز العمليات المشتركة ودع البيان الطرفين إلى تقديم الدعم الكامل لنقاط المراقبة وآليات التهدية بما يضمن تخفيف التوتر ويساهم في إنقاذ الأرواح وطالب قوها بخفض حدة الخطابات من أجل الحفاظ على وقف دائم لإطلاق النار كانت بعثة المراقبة الدولية قد نجحت في التوصل إلى اتفاق بين الشرعية والحوثي لنشر ضباط ارتباط في أربع نقاط مراقبة نشرت النقاط الثلاث الأولى في الخامر ومدينة الصالح وقوس النصر بينما تم تثبيت النقطة الرابعة في منطقة المنظر بالقرب من ساحة العروض في ظل صعوبات كثيرة رافقت عملية الانتشار منها وفق تصريح حكومي كمية الألغام التي نشرتها ميليشيا الحوثي بالقرب من أماكن نقاط المراقبة عملية نشر نقاط المراقبة تأتي في إطار تنفيذ اتفاق موقع بين الحكومة وميليشيا الحوثي في ديسمبر الماضي ووفق مصادر الأنظول فإن نشر هذه النقاط ليست سوى تجربة أممية لاختبار ثبات وقف إطلاق النار مدتها أسبوعان وستراقب الأمم المتحدة هذه التجربة لتبني عليها في حال نجاحها اتفاقا آخر في المناطق الأكثر سخونة